السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو السلام عليكم نحن طبعا عندنا مشكلة في الكمبيوتر حاولوا كل اللابتوبس والديكستوب برضو في النهاية في مشكلة فنين نلغي المحاضرة فالآن نحن بنحاول ونواصل معكم بالموبايل إن شاء الله لحد ما إن صلح تحل المشكلة الفنية فا ما عرفين تفين سابعيني أو سابعيني ما سابعا سوضاني منكم انا بيثكلها سابعيني عشاني وصل المحاضرة شو علوه شو شوف انو نفيني جديد لو فيه كومنتس بتصهر هنا ماشو كومنتس طيب سامعيني يا جماعة عشان انا اواصل معكم لحد ما نحل المشكلة الفنية سامعيني يا شباب سامعيني سامعيني انا اواصل اواصل معكم اواصل معكم بنا يتصرف انه سامعيني فيه ستة ثلاثة اشخاص لا احد اوكي اواتي اخ محمد صبر السلام عليكم رح والله وبركاته تحية لكم من ملكة ماليزيا جامعة ملتاميديا اخوكم الصادق موسى احمد اواصل بكلية فاكلتو بيزنس في الاختصاد وأشكر أخو محمد صبري وكذلك أخو محمد مجزوب على هذه الفرصة الطيبة وأنفرشنتني بالرغم منه بدين إعداد بدلي جداً وعملنا تستنغ لكن التكنولوجيا خصلتنا يعني فنحن الآن هنتكلم عن اختصاطيات الثورة الصناعية الرابعة على ضوجة جزء نوبل في الاقتصاد وحنتكلم إن شاء الله الآن يعني ما ستشوفوا اللي سلايد لكن بيتشوفون هنا ونديكم فرصة بعين تزالوا إن شاء الله الأخ مجزوبة لأنه شغال في الكمبيوتر عشان نهل المشكلة فالصورة الصناعية الرابعة طبعاً في أربع ثورات صناعية الأولى كانت والثانية كانت في جريد بريتن 17 سينشيري فالغربهم السابع genaa 18 فكانت الأولى عن استخدام الاستيم باور في التكنولوجيا كوغود للتكنولية يعني وكانت في الالكانيازيزيشن برودكشن وجدت بعدها بعد 100 سنة ثورة صناعية الثانية وكانت عن mass production وهنا تم استخدام electrical power وجدت الثورة الصناعية الثالثة التي هي بنهاية الغرن الماضي وكانت تركيز الثورة الصناعية السابقة الثالثة على الالكترونيك والانفورميشن تكنولوجي والاوتوميشن قبل الثورة الثورة الصناعية الثالثة ما تكتمل دورته يعني فوجع العالم بحيث يسمى الثورة الصناعية الرابعة مبنية على التي هي الثورة الرغمية ويترتب عليها مفاجئات كثيرة جدا وعدم مواكبة من الاندستري لو تذكر فيه كان شركة يسمى كودك كان بتدج أفلام للتصوير وفيديوز وحيزا وحيزا دي من الشركات المضررة كبيرة جدا من الثورة الصناعية الرابعة لأنه كل شيء يكون ديجيتال أي حياة رغمية فهذه السورة الصناعية أو هذه السورة الصناعية مبنية إذا تقلمنا عن تطورة الاقتصادة والإكناميك ريباليوشن منذ بدأ الخلق كان في البريميتي في كونومي والاقتصاد البداية وهو كان مبنى على استياد الحيوانات وتجميع الغذاء وبرضو كان بحتاج لمهارات ومحتاج لمعرفة المعرفة التي تبنت في هذا الاقتصاد ساهمت في تطوير الاقتصاد ثم أن تغني للمرحلة للثورة الزراعية وبعدها التكنولوجيا والمعرفة في الثورة الزراعية كانت مغضمة للثورة الصناعية ثم بعد ذلك المعرفة في الثورة الصناعية جاءت جينا في العالم بحيث يسمى اقتصاد المعلوات بعد 2000 ظهر الاقتصاد المعرفي وهو بتطور الانفورميشن الكمونيكيشن تكنولي الهارد وير والصوفير والكمبيوتر بروغرامس اللي ساهمت في انه يكون المعاملات كلها تكون ديجيتال يعني قبل ما تكتبل هذه الثورة فوجه العالم بالانفوريشن ايكونامي والاقتصاد الابتكاري اللي هو اقتصاد الثورة الصناعية الرابعة فظهرت بعد ذلك البياي ايكونامي الاقتصاد الحيوي وظهر السيكوريتي ايكونامي قبل ما نمشي في تفاصيل التطور الاقتصادي والثورة الصناعية الرابعة انا عاوز اركز لكم في موضوع جاهزة نوبن في الاقتصاد السندي وعلاقتها بالبحوث دي جاهزة نوبن في الاقتصاد السندي كانت عن الاتجاهين الاتجاه الاول كان عن البيئة ودورة في التنمية الاقتصادية المتواصلة والنموة الاقتصادية المتواصلة ودي كان بحوث بروفيسر في جامعة يل وقفنا كل عمري انه يكتب عن اقتصاديات البيئة ودور البيئة والجو جرين يعني جرين ايكونامي جرين برودكتيفتي وجيبي موضل جميل جدا اسمه ديناميك انتجرياتيك كلايمات ايكونامي فتم استخدامه من السبعينات واستفدت منه امريكا كدولة من خلال يعني الجهة البيئية المختصة في امريكا الفائزة الاخر معاو بروفيسر رومر هو من جامعة نيويوك وعمل البيس جدي في السبعينات ولكن جاء ببحوث في سنة التزعين عن همية المعرفة او النوليج في النمو الارتصادي المتواصل اسا يعني هنا عندنا فيه اتجاهين للتنمية الاقتصادية المتواصلة اتجاه له علاقة بالبيئة واتجاه له علاقة بالتكنولوجي لو تذكرون كان في حيث يسمى الاتحاد السوفيدي في التزعينات تعسبة ينهار في التزعينات بسبب انه ما كان فيه اللي هو الأفكار اللي اتجاه الدكتور رومر او بروفيسور رومر انه المفروض يكون فيه تكنولوجيك لي يكون فيه استمرارية او يسمى تكنولوجيك البروغرس او تطور التغني ده ما بيحصل اللي يكون فيه عناصر جديدة من عناصر الانتاج غير عناصر التغليدية اللي هي الرس المال والعمالة والريزورسس او الموارد ثم الانتربرينيرشيب الناس اللي هم الانفينتشن الانفينتشن او بيزنس يعني فالنولي كان عنده كمبوننس جديدة هي لا تأثير كبير جدا وساهمت في سرعة كثيرة من الدول اللي هي الانفورميشن الكمونيكيشن تكنوليجي كوصير الاتصال بروفايتد هادوير وصوفير وسهلت في كل الديجتال ترانزكشن وبعد ذاك الهيومن كابيتل حتى الانسان في النهاية تطور من بيرسونل تهيومن ريسورس تهيومن كابيتل والان احنا في مرحلة اسمها تلنت تلنت مانيجمين ادارة المواهب الشركات الكبيرة الان كلها غيرت شون الافراد اللي كان اسمها شون الافراد او الموارد البشرية او راس المال البشري الى تلنت مانيجمين او ادارة المواهب والريسيشن ديفولوبمين طبعا اللي هو تأثير كبير جدا في في النوليج وفي النيو ايكونومي وبالضافة لل الاي سي تي والهيومن كابيتل لان الحيسي مينتلقشو الكابيتل او راس راس المال الابتكاري اللي هو الاسكيلز الهيومن اسكيلز دي لادور كبير جدا انا بذكر انه لما دهت الدكتوراه في انوبرسيتي بوترا ماليزيا غيرت من البرودكتيفتي انه ككونفينشن البرودكتيفتي اللي عملتها في الماصر دخلت عناصر جديدة هي عناصر البيع الفاسبال البروفيسر بتاعيال فدخلت الاربولوشن الواتر بولوشن الكجوز من عناصر الانتاج وطلحت بحية سيمة جرين بروودكتيفتي وحتى نشرت كتابه الكتاب موجودة الان في اللينك وفي بيبر برضو موجودة في اللينك عن البرودكتيفتي و اهمية النمو المتواصل او النمو المستمر وتأثير البيئة فيه وبعد ان تخرجت واشتغلت في الجامعة تحولت الاتجاه اقتصاد المعارف وكانت سنة 2003 واتجهت انه اضيف العناصر اللي اتحدث عنها بروفيسر رومر اهمية العناصر الجديدة في الانتاج اللي هي عناصر الديكتال ايكونومي ولا عناصر الاقتصاد الرغمي وهذا من خلال الثيوري بتاعته اللي اسمه اندوجينيوس جوروث ثيوري وفاز باجازنه المناصفة مع الاول الذي يتحدث عن البيئة فانا عملت معالجة للمواضيع البيئة وجد عملت معالجة وعلى ذلك برضو النيو ايكونومي النوليج ايكونومي كان اول بيفر اتنشرت في بيس بين اونيورسيتي 2004 وبعد ذلك اشرفت على طلاب واصل في نفس المجال وكثير من البحوث هتلقوا في ورقة عن النوليج ايكونومي فيها معلومات كافية جدا وريبيو كامل برضا موجودة في اللينك بيسال عن كبعا كسر بيسال على السودان ايب خلاص ايب خلاص ايب خلو الازيلة للنهاية ان شاء الله ان شاء الله نحب الازيل واس خليني جيس لاتمي دي بريبيو ونفسي الموضوع الاساسي وكل الازيل ان شاء الله نحن جاوبه بإذن الله سبحانه وتعالى فده موضوع جهزة نوبل وعلاقته بالنوليج ايكونومي وعلاقته بالجرين ايكونومي وبعد ذلك التحديد الجرين برودكتيفة لانه بروفرومر موضوع في البرودكتيفة يركز في السبلاي سايت تركيزه كله كان في السبلاي سايت في البرودكشن الهدر ركزت فيه لانه مهم جدا بالنسبة للإخو اللي عاوزين نزوله إن شاء الله نحن هرجع لكل الأزيلة إذا كان عن السودان وغيره حان نتكلمكم نأديكم جوابات كاملة نأديكم زمن كافية باتل إثمي تفيني زبريفين ها بعد كده دي الاقتصادية البند عليها جنو اقتصادية المعرفة واقتصادية البيئة وهي الآن مهمة وعلاقات بالثورة الرغمية والديجيط الريباليوشن واستمراريتها فيه اقتصاد مهم جدا بعد الباحثين في جامعة كامبرج بدأت تكلم عنه ولكن بكل أسف إنه هم الباجرات متاعهم ما يكونوا بسكلهم من الكمبيوتر والإي والإنفرميشن تكنوليج وهو موضوع السايبر سيكوريتي يكون بيفكروا إنهم بإنه سايبر سيكوريتي يكوني برضو زي موضوع البيئة إنه فيه تأسيرات سلبية اللي هي السايبر كرايمس والفروتس كل الكرايمس اللي بترتكب وفيه فعيناه اللوصس كثيرة جدا برضو أنا عملت معالج لما بدو عصائب الكرايمس في توريمنه جزء من النور الإيكوني بتاع السورة السورة الصناعية الرابعة فهم بيقولوا إنه بروفرومر وبروفيسور مينيال بيقولوا إنه الحياة دي يسمى سبيل أوبا إفكتس أو يسمى إكستيرنالتس التأسير الجانبي للأداء الاقتصادي ففي سايبر سيكوريتي كنوميكس نحن قمنا قلنا برضو نعالج الموضوع زي ما عالجنا الموضوع بتاع البيئة عضفنا عناصر جديدة للبروتش انفاكشن وهي السايبر كريمس أو الإكستيرنالتس جنريت باي سايبر كريمس وأنا كتبت فيها كونسفشو والبيبير الآن الريبيو ده بوتنشل بوتنشل بروجيك يعني ممكن إذا في واحد من الشباب أو الشابات الموجودين معنا عندهم رغم ما أعملوا دكتورة في المواضيع دي إذا كان في سايبر سيكوري ايكنوميكس الناس عندهم باقراوم بتاع الكمبيوتر أو في الگريم بروتكتيفتي أو في النوليج ايكونامي أو في الانوبيشن ايكونامي اللي هو ظهر في أواخر السنة 2000 وجاب عدد بعد ذاك الانوبيشن بمرور السورة السنعية الرابعة وعندنا الآن السيكوري ايكونامي وعندنا الجرين ايكونامي هو اقتصادة البيع ودوره في التربية الواصلة وفي موضوع مهم جدا هو موضوع الاقتصاد الحيوي أو البيع ايكونامي البيع ايكونامي الان هو مبني على البيع التكنولية والتغنية الحيوية الاقتصاد الحيوي مبني على التغنية الحيوية حتى امريكا البرو برين بتاعهم في البوليس ازبعاتهم والمصر في البيع ايكونامي كانت سنة 2012 فهذا لكن البيع ايكونامي او الاقتصاد الحيوي هو جزء من الانوفيشن ايكونامي ومن الانولي ايكونامي وليم تأثير كبير جدا في التنمية الاقتصادية وفي التنمية اقتصادية المتواصلة سواء كان من ناحية بيئية او من ناحية تكنولوجية وهو مخصور على الاشطة الزراعية بايو او كده حتى بالنسبة للأدوية والكل التغنية الحقيقة البيع ايكونامي هي دخلة في الانولي ايكونامي مهم جدا ونحن في الزراعية كبير لكن واحدة من مشاكل انه في الانبرومنت 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 يكون في معالج لها وبعد ذلك في مشكلة الانتعاون التغني بين الشركات والمؤسسات فدي اربع اقتصاديات الان هي تعتبر اقتصادات جديدة ولا علاقة بالثورة السنائية الرابعة اللي هي الجايمة على الدجيتال التكنوليجي او التغنية الرغمية بالعربي عندنا الاقتصاد المعرفي وعندنا الاقتصاد الحيوي الباي ايكونامي وعندنا السيكوري ايكونامي سيبا السيكوري ايكونامي اقتصاد جرائم المعلومات وعندنا الاقتصاد البيئ والجرين ايكونامي والجرين بروتاكتيفة في كل الاشياء انا اعملت فيها بحوث واشارت فيها على طلاب وانشارت فيها وراغ كثيرة لما نجمع مع بعض هي في النهاية تبشي لنا في اتجاه جائزة نوبل الفازو باع الاثنين اللي هو الاول فاز بموضوع البيئة والتاني ودورة في التنمية المتواصلة والتاني المعرفة ودورة في التنمية المتواصلة لكن ما تحدثوا عن السيكيرات ايكونامي ما تحدثوا عن الماء ايكونامي نحن الآن في اتياهين ما شيف في اتياه بعد من اتياه الوصول لهم لكن عشان واحد يفوز بياس نوبل ايزول بغض النظر عمان هو لازم يكون عنده فانديمانت الريسيرش عنده فانديمانت الريسيرش وانه ياخد زمن من الزمأ زمن طويل ويكون في احتمد على في البحث زي ما حصل لها ولاية المفائزين بعد ذاك المستقبل ممكن يكون في منافسة ففي فرصة طيبة جدا لكل الاخوة والأخوات انه يكونوا طميحون ويجتهدوا وانحنا ان شاء الله ندعاهم معاهم وربما ان شاء الله يوم من الايام يكون عندنا جائزة نوبل على الأقل في الاقتصاد لبالجناف السلام فيه اشياتين اشياء فنية اللي هي الميسيدولوجي ونغيز بها المؤشيرات التنمية الاقتصادية المتواصلة اذا كان لها علاقة بالبيئة او علاقة بالمعرفة او بالتغنية الحيوية او بالصيبر سيكوريتي او غيرها عملنا فريموك شامل جدا هي سري موديلس انا اطورت فيها اثنين وعملت واحد جديد خالص الاول هو بتكلم عن الوتبوت والتالي بتكلم عن النابل والتالي بتكلم عن الكبير البروتكتيبة انتاجية تراز المال وانتاجية العمالة وانتاجية العامة ففي مرونة في جزء ممكن يستخدم الاستبيان ويكون في انتربيو للكواليات وفي جزء اثنومتريكس اللي هو الفوز بياه نزجاد اثنوبيل فعملنا سري موديلس اللي هي الاوتبوت انا اتمنى كنا الاسلايد لكن موجود الاسلايد معكم في الفيسبوك محمد مجزوب ووضعه في الفيسبوك وترجع للمحوث فعدنا الاوتبوت موديل فيه فريموك اطار نظري ممكن يستخدم ايزون لو ما عنده بيارات ما عنده داتا ممكن يعمل استبيان او يعمل انتربيو كولتا لستحليل نوعي او كمي وفي ماسماتيكال موديلس لالناس اللي عندهم تايم سيريز داتا لفترة طويلة ممكن يعملوا التحليل واستفيدوا من هذه الاشياء فعندنا سيري موديل سيري موديل الاول والتاني اللي عملت فيهم تطوير هو دفتالهم موضوع البيئة ودفتالهم موضوع النوليج ودفتالهم موضوع السيكوريتي والبيئي كونيبي الموديل التالي داع والتالي تالي تالي موضوع موضوع الكبتل البروديكتيبتي ما موجود إمبريكال فأنا باختصر الآن هذا هو محتوى المحاضرة كلها ونحن بالأزلة ممكن نجاوب كثير جدا من الأزلة ويكون في حوار ويكون في فايدة والآن هنبدأ الأزلة إن شاء الله والفرصة معكم واشكركم على حسن الاستماع وأسف للتأخير لأسباب فنية هي طبعا التكنولية بغضر بإنها مفيدة لكن برضى فيها اكس تيرنالتس نجاتي في فك دلووو بحصل بشاكل فالفاليار وبتحصل عشياء زي دي كده ونحن تضررنا الآن واخرنا بسبب أنه الجانب النجاتي في صعب التكنوليجي شكرا يزيلا وأنا سيئد جدا أنه أتحدث معاكم والآن الفرصة للأزلة الواحد من الأزلة بروف إنه هل بريديت جدت من الثورة الصناعية العبعة في سؤال ذكر محمد مجزوب بقرالي هو الأزلة قال هل نحن بعيدين من الثورة الصناعية الرابعة في السودان بالتحديد والله حقيقة نحن كأفراد ما بعيدين السودانين طبعا متعلمين وليم خبرات كبيرة جدا سواء كانوا في السودان أو خارج السودان وبالعكس الجامعات الكثير الخرج الناس يفتكرون المشكلتهم سهل جدا هو أنه يكون عندنا جرادويت صندوق لتدريب الخرجين هو ندريبهم طبعا صوفت سكيلز كومبيوتر بروغرام و كمميكيشنز ولغات و أشياء علاقة بالبزنس لكن الموضوع كل لأن المشكلة أساسية لا أتكلم في السياسة لكن لازم أتكلم أن المشكلة الأساسية أنه في السودان وفي دول أفريقية وكل الدول الفشلت في التنمية في حقيقة يسمى فشل المؤسسات أي دولة مؤسسات فشلت أنها تشتغل مع بعض مستهل أنها تكون دولة فنحنا الآن نحتاج أنه محتاجين لدولة تمنى المؤسسات لأنه الشغل الحالي المؤسسية ما موجودة مش المؤسسية إنه في وزارات ومباني لا المؤسسية في الشغل ذات وشغل الجماعي فأول معالجة إنه يكون في مشكلة لحل مشكلة المؤسسات يكون في دولة مؤسسية وعندنا معفرض عندنا برضو جود جفرنس عوزين حكوم رشيد دي من مغايمة التنمية الاقتصادية الأساسية ومحتاجين سيادة القانون لأنه في النهاية الصور الصناعي الرابعة محتمت على الابتكارات الابتكارات دي عاوز حماية هو تسجيل الملكية الفكرية سواء كان كوبي رايت ولا بتن ولا غيره من الأساليب الموجودة أو سيادة الغنون مهمة جدا نحن نحن تنقصنا بعد ذلك نحن محتاجين لخدمات الصحة والتعليم والبحوث العلمية وحتى بعد ذلك نحن لإستثمارات والإنفزمين إذا حللنا المشاكل اللي ما بكو لأننا مشكلة فيه فيه ندخل في السورة الرغمية أو السورة الصناعية الرابعة لأنه حقيقة يعني محتاجين للمغايمات دي فنحن نحن الآن 70% من ميزانية الدولة يجب أن تنفق في التعليم والصحة والبنيات الأساسية البنيات الأساسية التعليم والصح والبنيات الأساسية والبحث العلمي بعد 70% في الحروب يجب أن تنفق 70% للتعليم والصحة والبحث العلمي والبنيات الأساسية وإذا ثبت الكلام وإننا نستطيع دولة المؤسسات في ظرف خمسة سنة نحن نكون لأنه يسمى كالتش أبس يوري كالتش أبس يوري يصلون سريع في التاريخ السورة الصناعية في بريطانيا أخذت 200 سنة عندما جاءت لأمريكا أخذت 70 سنة عندما جاءت لليابان 30 سنة في الدولة الصناعية وهكذا البيئة متأخر دائما لا يوجد عقبات كثيرة فأنا مختصر شديد جدا إذا كانت مكسورة مكسورة لكي تستطيع أن توقف المكسورة المكسورة لكي لا يوضح لك في البناء هناك أشياء أساسية جدا قبل أن أتكلم عن صورة صناعية أو اقتصاد المعرفة أو إمكانية الوصول لأنها في النهاية نبني الدولة كدولة ويكون فيها المغايمات الأساسية التي يساعد على النمو الاقتصادي والصغراء وهذا يطبعا يطلب تدافر كل السودانين وأنا أفتكر أنه الآن وصلنا إلى مرحلة نحن كسوزانين في الخارج أو في الداغل يجب أن نضع أقولنا وغلوبنا وأبعض فينا يفكر أنه كيف نبني بلدنا لكن هذا يقتضي أنه نغني على الحكومة أنها تعمل في الاتجاه الصح الاتجاه الصح بأنه وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب اللي عادت بينها الدولة فإن شاء الله سوف نواكب التقليل الثورة الصناعية إذا ما شئنا في الموضوع وأنا أيضا لدي حيزيمة سودان نولي كونومي فاونيشن كان محاضرة قدمتها قبل جدا وموجودة في الرئيسية جيت من نزيلها لكم فيها أنه كيف نبني السودان على الطريقة الإقصاد المعارفية كانت قدمت قبل جدا فأتمنى أنه كون جاوتر السؤال السؤال الثاني السؤال الثاني يا ميزو السؤال الثاني من يا عبوب بالتكلم عن المكاتل ممكن أن ننهض بالسودان يعني أهم العوام اللي ممكن أن ننهض بالبلد حاليا أعتقد أن كل الناس اللي بجرعة مخصار بالسودان أعم خلاص أنا قبل ذكرتكم عشان أنها كان ننهض كدول في أشياء أساسية أنا ذكرتها اللي هي الحكم الرشيد وسيادة القانون والصرف على الخدمات الصحية والتعليمية والبحوث العلمية وبعد ذلك الاستثمارات والإدخارات الإدخارات والإستثمارات من المغاومات الأساسية للتنمية الاقتصادية لكن قبلها مبارض أن يكون في دولة ممليعة على مؤسسات يعني محتاجين نحن نسيق الدولة لأن تبقى دولة مؤسسات ونبني بعد ذلك نحن للمشاكل الأساسية المعايوقة الاقتصاد منهمها هي البنادة الأساسية وإعادة السياقة الوسائل المميزة بالسودان واحدة من المشاكل إنه الإنسان في السودان ليس منتج بالطريقة المطلوبة لا يجب أوريانت يعني الناس في كوريا وفي اليابان كلهم يجب أوريانت فنحن نحاول نخلق في الناس وخاصة الأجيال الجائمة جديدة غيبة العمل أهمية غيبة العمل مهمة جدا فالتغيير يحتاج لتغيير اجتماعي واقتصادي وتغيير طغاني وتغيير في مؤسسة الدولة كاملة فالموضو كله متكامل وما صعب إنه نحن نتغير إن شاء الله إذا في النهاية تواضعنا وحللنا مشاكلنا وطبعاً يتوقف على إنه الدولة تكون في النهاية ولا إنه ممكن تشفي الاتجاه الصحظة وعشان إنه فيناس كتيرين طبعاً يتضرروا من وجود هذه الأفكار لأنه أي إنسان في النهاية ما قادر يواكب مفروض ما يمسك المنصب اللي هو فيه ويديل الشخص الواكب وخاصة هم الشباب يعني فأنا بأتمنى إنه إن شاء الله إنه صوتنا يسمع ونبني بدولتنا والخريجين الكاتيرين دين والمحبطين إنه ماشتاولون دين موضوعهم ساهل جداً بإذن الله سبحانه وتعالى إنه بس نعمل لهم الستة شهر الأولى صندوق تدريب الخريجين ندربهم نأهلهم نورهم كيف يكتب السيبي نعلمهم اللغة إنجليزية نعلمهم اللغة صينية اللغة كورية اللغة يامانية أو في ميالاتهم التغانية وحتى الناس دارين نعملوا بيزنس برضو في النهاية نديهم تدريب في البزنس فنحنا في النهاية محتاجين إنه نحن الحدي لهم عندنا شركات صغيرة متوسطة وعندنا نتصنيف لهم الاسماء الميتم انتربرايسيس اللي هي الموجودة في العالم كلها اللي هي الموجودة في العالم كلها من اقتصاد أي دولة والعمودة الفغري ستصنيفة فمحتاجنا نشتغل في اتجاهين نساعد الناس اللغة أنه يعملوا في مجال البيزنس وعملوا شركات صغيرة متوسطة ونساعد الناس اللغة يعملوا بمرتبات أنه يؤهلوا في مهاراتهم وعلاسهم في نهاية الوظائف سواء كان في السودان أو خارج لكن أنا أتأكد أنه لو حللنا الأمور في السودان والأمور استغرط كل الناس هشاغرين برّ بيرجعوا لأنه الناس في النهاية متضرر أنه لا تستطيع تعب الحياة أنا شخصيا الآن أنا أكون سعيد جداً أنه أعمال في بلدين لكن عملية ما بقدر أشتغل لأنه إن الانتزامات أسرية لأسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة بتختضي دخل محدد ودي مشكلة كل الإنسان فإذا توفرت للحياة هذه الناس اللغة حيارجوا معظموا والناس اللغة يتأهلوا والبلد فيها خير كثير جداً وفيها كوادر والإنسان السوداني إنسان يعني في النهاية تطويره ساهل لكن ليس في عدم مؤسسية لا يجب أن ندخل في إطار مؤسسي معزنة إطار فردي كأفراد الآن متطورين سواء كنا في السودان أو خارج السودان لكن كدولة ومؤسساتك ومجتمع ما متطورين فنحن محتاجين نحن المشاكل لهم إن شاء الله سودان ومورة الصلاح تبتر مع المصورة بسأل هل يمكن الاعتمال على الاستثمار في أفضل ثورة اختصائية؟ الاستثمار طبعا الاستثمارات مهمة جداً لكن الاستثمارات دائرة لها أشياء أساسية يعني مثلاً ماليزيا هذه نحن قاعدين فيها أنا أجدها قبل 25 سنة ما كانت بهذه الحالة واحتبدت على الاستثمارات الأجنبية لكيف عامل أساسية كانت أدت لجزب الاستثمار الخارج في ذلك الزمان يعني يعني هي استغرار السياسي والمستثير تتدون وتوفير المعلومة نحن نحتاج أن واحدة من المشاكلنا في السودان ما عندنا خطط مكتوبة وانا اخترحت أول الكلام سنة 2013 حينما دعينا للمؤتمر الاقتصادي في السودان وانا اخترحتنا وانا اخترحتنا وانا اخترحتنا لأننا نحتاجين لدينا خطط مكتوبة وخطط متوسطة كمان وعندنا استراتيجيات فالآن نحتاجين محتاجين ليس فقط لسيغة المؤسسات محتاجين لأن الناس المتخصصين الأكاديميين والناس المهنيين والشغالين في السودان في كل وزارة مفروض يكون في خطة لكل غطاع كما موجود هنا في ماليزيا غطاع الصناعة غطاع الزراعة غطاع السياحة حتى الغطاع الديني موضوع الحج عندهم منظم عندهم صندوق الحج انت تدفع طوالي على عشر سنة عشر سنة بجدورك بتكون جاهز فالاستثمار بحتاج لنظام بحتاج لبنيات أساسية بحتاج الاستغرار السياسي بحتاج لأشياء مكتوبة وخطط موجودة وبكل اللغات على المطلوبة ومعلومة وتوفرها موضوع فانه الحياة لحد الغاق ما عندننا هل استثمار ممكن يحدث ثورة اقتصادية؟ بالطبعا الستثمار بحدي ثورة اقتصادية كل الدول الليين ساعدت بالاستثمارات أي دولة في العالم ساعدت بالاستثمارات والاستثمار مهم جدا والاستثمار سواء كان في ال... البنيات الأساسية والاستثمار مصلا في... قطعات الاختصادية واحد الاستثمار في البشر تطوير رأس المال البجري برضو مهم جدا فالاستثمار جوزه أساسي جدا لكن قبل الاستثمار اللي هو سمته نحن نحتاج لأشياء أساسية المغايمات التانية اللي هي الحكم الرشيد وسيادة القانون والبحوثة العلمية وختمات الصحة والتعليم والبنات الأساسية بعد ما نحلل المشاكل لكل أنا جل استثمار استثمار أساسي جدا في تطوير البلد وحالاستثمار طبعا ما بضرور يكون كله يعني استثمار خاري ممكن يكون فيه استثمار بتاع دول تانية أخرى الفورين دارك انفيزميل الاستثمار الخاري المباشر وطبعا ده ما حيجي بسهولة اللي يكون فيه دولة مستغلة يعني ومستغرة كبان وما فيها مشاكل وعملتها العملة دي هم شيء لأنه وأكبر تحدي مقابلنا هي أفغرة الناس وأفغرة الدولة لأن الخفات العملة بيغلل القوى الشرائية وبينقص البندخارات الناس ومتنقذها بشكل أموال فما فيه استثمارات خارية بتيجي لدول عمرتها ما سابتة فنحن محتاجين مرضي نحل المشاكل المالية ونطور الجهاز المالي كمان الجهاز المصرفي ونربط بالدكتولي كونمي وبهذه المناسبة نحن قاعدنا ندرس الدكتورة مع الأخ دكتور أنور عمرت خلص دكتور ليسا معي طالب معي يلم مخترح موبايل مايكروفاينانس أنه التمويل الصغير يكون من خلال الموبايل لأنه ممكن أننا فروع لكل البنوك لكن من خلال الموبايل ممكن نمويل 8 مليون الناس المحتاجين لتمويل يعملوا بيزنيس فمحتاج أنه نعيش سياقة الجهاز المصرفي والفينانشل السكتور كله ويكون مواكب ويمشى على الديجيتال تكنولوجي فلما نعمل كل البيانات الأساسية ونحل كلها مشاكلها بما فيها القطاع المصرفي والمالي ونحل مشاكلنا مع العالم في التجارة الإلكترونية والديجيتال تريدينج والأشياء دي كلها تجارة رهبية الاستثمارات بعدك تجيب كلها دور كبير جدا سواء كانت استثمارات خارجية أو داخلية أو رجال عمال جدا من السودان وإن شاء الله ينهض السودان السؤال الأخيري كروب هل يتباد حاصل بالسودان فهل يمكن يعتمال على الزراعة؟ الزراعة هي أساسية جدا يعني جريد بريتان أنا زورت جريد بريتان يعني بريتانيا العظمى اقتصاد الأساسي زراعة أنا خرجت من لندن لحد جلاسكو ويميني وشمالي كلها مزارع وتربية مواشي نحن دور زراعية قبل أن يكون دور صناعي وهنا بيجي دور الإقصاد الحاوي الباكي كونومي اللي هو علاقة بالتغنية الحاوية وفيه أشياء كثيرة جدا نحن في السودان ممكن نصدرها للعالم وجيب لنا دخول كبير جدا لكن بكل أسف يعني حينما جات هذه الحكومة حالة المواسطات الزراعية كان بتمويل البنك الزراعي وجعل باستغرار لملايين السودانين في نيل الأزراق وفي نيل الأبيض وفي جبال النوبة وفي الشرك وفي كل مكان وفي النهاية على الأسارة السلبية أنه ناس فقد أسباب الحياة لأنه ما في تمويل سابت وتعطلت الزراعة في النهاية يتخرب الاقتصاد فالزراعة مهمة جدا وعنصر أساسي جدا في السودان وفي صناعة ذاتة مرتبطة بالزراعة صناعة السكر والأغذية والأجهزة دي ممكن أن يكون عندنا فيها ميزة نسبية وبعد ذلك المصادر التانية اللي عندنا سواء كان بيترول أو زهب أو غيره دي أموال مفروضنا نستثمرها في تطوير الزراعة وتطوير الصناعة وتطوير الخدمات وعننا العنصر أساسي إننا حقيقة فقديننا عندنا من نسبة السياحة إحنا دولة مفروضنا نسبة سياحية لكن بكل أسف ما عندنا خطط للسياحة ما عملت تزورة للسياحة عندنا أماكن أسرية كثيرة جدا عندنا أماكن طبيعية جدا مثل حضرة الدندر وجبل المرة وعندنا المناطق السياحية وغيره وعندنا الهرانين العظيم ممكن برضو السياحة دي ممكن تجلب عنا كثير جدا نحن أديكم مثال في ماليزة ماليزة من سنة سبعة وخمسين إلى حد سبعة وثمانين كان محتمدا على الزراعة بعد ذلك حصل لها تحصل لتحول هيكل بالاغتصاد واحتمدت على الصناعة سنة سبعة وثمانين هلما جهز سنة الفين الآن محتمدا على الخدمات التي هي منها السياحة والخدمات التعليمية وبهذه المناسبة نحن في السودان مهالينين أن نكون مركز للتعليم الجامعي والدراسات العليا لأفريغي والشرها الأوسط الجامعة الكثير للبنات الحكومة محتاجين أن نأهلها نبني مبانيها وندرب الكوادر السودانية ونستخدم الثورة الرغمية التكنولوجية الرغمية بتاعت الدكت التكنولوجي بتاعت السورة الاقتصادية الرابعة والدراسات يبلينا مركز بتاعت تعليم لأفريغي والشرها الأوسط ولا في كثير من الطلاب يدرسون من أفريغي والشرها الأوسط دي باراتي ببلايين لأنه يرتبط عليها الناس الشغل بتاع الخدمات السكن الأكل والشراب وخطبة الكهرباء والموية والأشياء دي كلها بتعايد على الماليزي لما انحصل لها مشاكل في الصناعة من سنة 2000 والحد يوما هزم تبني على الخدمات وخطبة التعليم والسياحة والتحديد فكل الأخص هنا نميز في كل الغطاعات الاقتصادية الزراعة مهمة جدا نحن محتاجين نزرع السوداء بكل المحاصيل وتقوم على صناعة تحويلية ونحن محتاجين للصناعات الصغيرة هنا ممكن نحتمد على الصناعات التحويلية فقد نحتمد على الزراعة ونضيف قيمة لمنتجاتنا الزراعية ونصدرها للعالم ونصدر العالم ونجم مليارات الدولارات ونخلق ملايين الوظائف حتى السودانين ذاته في النهاية ما حكونوا كفاية على الشغل حتى للناس الجيران في الجنوب وفي أسيوبيا والدول المجاورة ممكن يجيشتغل في السودان الأشياء دي سهلة جدا إذا في النهاية صالحة الدولة وبدأنا دولة كويسة فنحن محتاجين نطور الزراعة وهي عموة فغرية للسودان والصناعة ومحتاجين أنه نطور غضاء الخدمات ونستفيد من كل التكنولوجيا الموجودة خاصة التكنولوجيا الرغمية تحت السورة الصناعية الرابعة في التعليم وفي السياحة وفي الزراعة وفي الصناعة وفي كل شيء ونحن موهلين لأنه عندنا عدد كبير بالنسبة تعلمين بغض النظر عن مستواتهم التعليمية لكن أننا نخرجين أننا بنحتاج لتدريبهم واليابان الناس لم يتعلمين شديدة الجامعات ما فيها ضغط شديد لكن الشركات بتدريبهم نستفيد من الخبرة اليابانية أنه ندريب الخروجيين وندخلهم عمليا في كل الغطاعات الصناعية الاقتصادية وإن شاء الله نطور بلدنا عاوزين يبقى رجال أعمال نعمل لهم شركات صغيرة ومتوسطة عاوزين نشتغلهم مرتبات نديهم مهارات فزراعة والصناعة والخدمات وكل الغطاعات الموجودة في السودان هي مقتزاعة في الاقتصاد السودان أتمنى أن نكون يابد السؤال السؤال الآخر هذا السؤال الأخير فأي سؤال آخر تاني في أي زول عنده سؤال أنا سهل جدا أنه أتحاور معكم احتمال كبير جدا في نوفمبر إن شاء الله إذا ربنا سهل عندنا مؤتمر مع السودان والباك الإسلامي التنمية يوم ستة وعشرين خمسة وشرين نوفمبر ستة وشرين نوفمبر احتمال كبير نصغ مع أخواننا في جهاز المقتربين عندنا نحاسهم عمليس العلم والخبرة والجهات الأخرى أو الإخوة الآن معنا في الجروب هنا ننصل لمحاضرة عام إن شاء الله عن هذا الموضوع السور الصناعي اقتصاد السور الصناعية ونقدم المحاضرة حية وبعد ذلك غفة بنغشات حية إن شاء الله وأنا سعيد جدا بأنه أتحدث إلى أبناء بلادي ونحن هاجرنا في ناعش على المساهم وأكبر المساهم إن شاء الله تقول لبلادنا ونعيد الأمل لملايين الشباب والشابات وإن شاء الله يكون له مستقبل ودور كبير جدا في خدمة بلادهم والعالم والإنسانية في أي سؤال آخر أنا سعيد جدا وأشكركم على حسن الاستماع ونتواصل ونتمنى إن شاء الله نلتقي في السودان في نوفمبر إذا ربنا نسهل الأمور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر